السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله رح نتحدث عن درس جديد في مادة التاريخ للصف السادس اللي هو اهمية الفتحات الاسلامية طبعا اخذنا في الحصص السابقة عن الخلفاء الراشدين وتعرفنا على الفتحات الاسلامية اللي تمت في عصرهم اليوم ان شاء الله رح نتعرف على اهمية هاي الفتحات الاسلامية احنا بنعرف انه مساحة الاقاليم الاسلامية اتسعت بعد الفتحات اللي تمت في عهد الخلفاء الراشدين اصبحت تشمل اسيا وافريقيا واوروبا خلينا نطلع كلنا على الخريطة بتمثل عنا الاقاليم الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين طبعا بحكي لك اشر الى القارات التي اجتملت عليها الاقاليم الاسلامية طبعا هي شملت حكينا قارة اسيا واوروبا وافريقيا اذكر البحار التي تقع عليها الشواطئ التابعة للأقاليم الاسلامية كلنا نروح الخريطة عنا البحر الاسود اللي هو كان اسمه بحر بنتس عنا البحر المتوسط اللي كان اسمه بحر الروم والبحر الاحمر كان اسمه بحر القلزة طبعا بعد ما اتسعت مساحة الاقاليم الاسلامية حكينا صاروا بحاجة انهم يمولوا نفقات الدولة صاروا بحاجة انهم يمولوا نفقات الدولة لذلك فرضوا الضريبة على المواطنين ما هي الضريبة؟ الضريبة هو مبلغ من المال تفرضه الدولة على المواطنين بهدف تمويل نفقات الدولة اذا مبلغ من المال تفرضه الدولة على المواطنين بهدف تمويل نفقات الدولة خلينا نتعرف على ضريبة الجزية وضريبة الخراج ضريبة الجزية هي مقدار من المال يفرض على الذكور من أهل الذمة من هم أهل الذمة؟ أهل الذمة يا سادس هم النصارى واليهود كان يفرض عليهم مبلغ من المال طبعا كانوا يعفوا من من ضريبة الجزية؟ كانوا يعفوا كبار السن والأطفال والنساء تمام؟ إذن كانوا يعفوا كبار السن والأطفال والنساء طبعا هاي الضريبة لش كانوا بدفعوها؟ برأيكم كانوا يدفعوها حتى الدولة الإسلامية تكفل بحمايتهم إذن مقابل قيام الدولة الإسلامية بحمايتهم ضريبة الخراج هي نسبة من المال تفرض على ناتج الأرض إذن نسبة من المال تفرض على ناتج الأرض خلينا ننتقل على المناطق المفتوحة في عهد الخلفاء الراشدين من المناطق المفتوحة في عهد الخلفاء الراشدين لدينا العراق بلاد الشام ومصر العراق بلاد الشام ومصر بعد ما تعرفنا على المناطق بدنا نشوف ما هي ميزات المناطق التي فتحت في عهد الخلفاء الراشدي اول شي العراق العراق تميزت انها مركز من مراكز الحضارة ثاني شي امتهزت باتساع اراضيها الخصبة طبعا ليش اراضيها خصبة اذا بسبب وجود وادي الرافدين اللي هم الدجلة والفرات دجلة والفرات بتساعد على خصوة التوربة لان توفرت عنا المي ثاني شي بلاد الشام قبل ما نحكي عن ميزات بلاد الشام ما هي الدول اللي تشملها بلاد الشام حاليا من اردن سوريا لبنان فلسطين اردن سوريا لبنان فلسطين من ميزات بلاد الشام شواطئها طويلة على البحر المتوسط ثاني شي بتتميز بوجود الاراضي الخصبة ثالث شي عنا مصر شواطئها بحرية على البحر المتوسط البحر الاحمر ثاني شي الفستات مركز الدولة ثالث شي تميزت بخصوبة التوربة لش تميزت بخصوبة التوربة؟ لوجود نهر النيل اللي هو اطول انهار العالم لاحظنا كلهم اراضيهم خصبة كلنا لاحظنا مع بعض انه اراضيهم خصبة مناطق المفتوحة في عدد الخلفاء الراشدي نتائج الفتحات الاسلامية ظهرت عنا نتائج سياسية ونتائج اقتصادية وادارية ونتائج جغرافية ونتائج اجتماعية بالنسبة للنتائج السياسية شملت عنا تحرير العراق ومصر بلاد الشام من الدولتين البيزنطية والفارسية وظهروا المسلمين بوصفهم قوة دولية لانهم فتحوا العديد من الاقاليم فظهروا بوصفهم قوة دولية اما النتائج الاقتصادية والادارية زيادة واردات الاقاليم الاسلامية زادت واردات الاقاليم الاسلامية وتطوير التنظيم الاداري للدولة اما النتائج الجغرافية عندنا اتساع مساحة الاقاليم الاسلامية اذا اتسعت مساحة الاقاليم الاسلامية وضموا مناطق جديدة مثل الشام والعراق ومصر وشمال إفريقيا وأرمينيا وأذريبيجان وخراسان أما بالنسبة للنتائج الاجتماعية اتفاعلت الحضارات في البلاد المفتوحة مع الحضارة الإسلامية هذا الإشي أدى لتطورها نفتح صفحة 88 بنحل سؤال 3 على الكتاب يعطيكم العافية حبايب